اهلا بكم اعلان سياسي جديد عملية سياسية على نهايتها جدل كثيف بين التصريح الذي عقب اجتماع بعض القوى السياسية مع المكون العسكري بشأن ايجاد حل للازمة كل يتعبط ما يراه صوابا ومناسبا فما بين من يتعبط مخرجات ورشة القاهرة وبين من يتمسك بما اتفق عليه في الاطاري انفتحت مسارات اخرى للازمة السودانية السياسية وقد تأزمت الاوضاع الاقتصادية حتى فاقت وطأتها حد الاحتمال لان الاف تحت رحمتها دون ما رجاء للمسؤولين المتصارعين حول كراسي السلطة يقوله احد القائلين اقبال دولي وعود بدعم غير مسبوق للبلاد كل ذلك يقف حجر عثرة امامه التمسك بالمواقف والوثائق والتمترس خلف الرؤى الخاصة بدلا عن جوهر القضايا المختلف حولها لتعود مرة اخرى تساؤلات عديدة عقب الاتماع المشترك بشأن مصير الاتفاق الاطاري الذي يجد الدعم الدولي وامكانية التوقيع على اعلان سياسي جديد بين فرقاء الازمة فهل تعود الازمة لمربعها الاول ام انها خطوة دفع للامام تعجل بنهاية الازمة اهلا بكم شهدين الكرام اهلنا ومرحبكم في حلقة جديدة من دائرة الحدث امتدادا لنقاشات يوميات الازمة السياسية في السودان ارحب بكم على امتداد البث الحي كل الذين يشاهدون عبر المنصات الاجتماعية المختلفة والذين يتابعون الآن عبر خدمة البث الحي على منصة القناة على فيسبوك اهلا ومرحبا بكم ارحب بكم ارحب بضيفي الكريمين داخل الستوديو ارحب بالاستاذ عروى الصادق القيادة بقوى الحرية وتغيير المجلس المركز والقيادة بحزب الأم القومي استاذ عروى اهلا ومرحبا بك في حلقة اليوم اهلا وسهلا قي راشد حياك الله وحيا المشاهدين والمشاهدات على انتداد بث هذه الازاعة وصفحاتها على منصات التواصل والتحية لضيفك الكريم ارحب بك ارحب بك ايضا الاستاذ جمع الوكيل القيادة بالكتلة الديمقراطية والقيادة بحركة جيش تحرير السودان ارحب بك في حلقة اليوم مرحب بك الاخ راشد والتحية لك والتحية عبرك لمشاهدي قناة سودانيا 24 وايضا تحية لضيفك الصديق العزيز عروى وان شاء الله اتمنى انه حلقة تكون خفيفة الظل نعم دعني ابدأ معك مباشرة شيد جمع اعلان سياسي جديد رشحت الانباء مباشرة مشكلة مفاجئة طبعا حتى ما كان في معلومات عن انه في اجتماعات لمدة ثلاثة او اربع ايام بين اطراف المشهد السياسي في السودان من حرية وتغيير ومن كتلة ديمقراطية بحضور المكون العسكري رئيس مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة خرج بيانهم امس كما تابعتم انه بشر الناس انه توصل الناس لتفاهمات ولإعلان سياسي جديد سيتم التوقيع علي ما موقفكم نعم شكرا جزيلا اول حاجة التحية لك وايضا دعني ان ترحم على كل ارواح الشهداء السورة السودانية منذ 56 و الى اخر شهيد سقط بعد سورة ديسمبر الحقيقة يمكن ان البيانة الذي صدر من مجلس السيادة هو بيان حقيقي فعلا الناس امكنا الجلسات زي ما انت ذكرتها ما كانت معلنة لكن احنا باستمرار قاعدين نجلس مع الاخوة في الطرف الاخر اللي هو في المجلس المركزي ظللنا يعني نجلس معهم سواء كان مرات الاخ سيليك خالد سيليك مرات الدقير ومستاذة ماريب الصادق الى ان وصل الوفد البمسل الحرية والتغيير كتلة ديمقراطية بعد العودة من القاهرة واصلت القائد من ناوي ودكتور جبريل ومعتز الفحل وايضا هم كانوا وفدهم هناك بتكون من تقريبا خالد سيليك ودكتور الهادي والواسق فتوصل لخطوات ايجابية وحقيقة يمكن الناس ماشيين لمسألة التوقيع على الاعلان السياسي وده يمكن الناس يتفقوا لانه لقين انه الانسداد انسداد الافق يمكن طال فترة طويلة اكتر من عام يجب علينا الناس يمشوا للخطوة الايجابية لانه انت عارف نحن كتلة ديمقراطية منزع نكون الحرية والتغيير التوافق الوطني بالنادي بالجلوس مع الاخوة لانه ان احنا تجاربنا من ستة وخمسين عارفين ان السودانين ما لم يجلسوا في توافق مع تغيير الزمن المكان والزمان وحتى القيادات الموجودة اصبحت في قيادات جديدة في الساحة اصبح في القضية ذاتها بيقتها ما نفس القضية كل مرة بالزيد الازمة بالزيد فبالتالي احنا كنا بننظر من الزاوية بتاعتنا من وجهة نظرنا انه الحل يكمن في الجلوس مع بعض طيب الناس بيقولوا شنو الجديد شنو الأقنع الناس مينة تجلس مع بعض مع التشدد السابق نعم الجديد انه دخلت وساطات يمكن انت ذكرت المبعوثين الدوليين دخل اطراف اخرى لاغنع الطرفين انه نحنا كنا بنقول انه يا اخي الجلوس مع الاخوة في الحرية والتغيير المجلس المركزي نجلس كلنا ككتلة ديمقراطية هم كانوا يمانعوا ولكن نسي في الفترة الاخيرة يمكن الناس وصلوا بعد ذا يكتبوا اعلان سياسي وممكن الان احنا في نقاط محددة الناس في خلافية بسيطة جدا ممكن الناس تجاوزوا خلال الايام الجاية جميل ده كلام مبشر سيد عروة حديث مبشر اكدوا الان سيد جمعة الوكيل عطفا على التصريح بتاع بيان مجلس السيادة يوم امس اذا الازمة ربما اخذت الان منعطف ايجابي لنسميه جلست الاطراف مع بعض في اتفاق حول وجهات النظر في تثبيت للمواقف وفي اعلان سياسي سيضم كل الاطراف السياسية بين الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اشكرك مجددا اخي راشد تحية والرحمة والمغفرة للشهداء في عليهم ولجماهير شعبنا على امتداد هذا الوطن الذين يرتجون منا خيرا نسأل الله نكون متأبطين خيرا اليوم وليس تأبط للشر للأسف البداية عشان نكون بدايتنا سليمة في التراكة الصحيح الجلوس اليوم وامس وما سبق من ايام مع اخواننا في حركتي جيش تحرير السودان قيادة القائد من ناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة دكتور جبريل بالاضافة للحزب الاتحادي بقيادة مولانا محمد عثمان المرغني جلوس معهم ككيانات وليس ككتلة عشان نمشي اللي قدام وظل الجلوس يعني ما دعتوا ككتلة ديمقراطية إلى الآن وحتى التوقيع هم يعلموا ويعلم سيد جمعة التوقيع على الاعلان السياسي المزمع اعلانه والتي تحددت ملامحه والتي ما كان يعني التوقيع عليه يطلب كل هذا الانتظار لأنه كان السيد من ناوي في رحلة استشفاء في ألمانيا بعدها الناس استأنفت الحوار فور عودته بعدها جاءت مؤتمر اللقاءات القاهرة اللي قبلها بيوم السيد صندل قال إنه وصل لـ 95% من نقاط الاتفاق ولو رأى الرأي أن أو نشر الاتفاق مسودة للجميع وهذا ما سيحدث سيرى أنه لا يوجد بينه وبين الاتفاق الإطاري ما يقسم الآراء ولكن كانت الإرادة غايبة يحمد الآن إنه ناس جلست ويكرر الجلوس كيانات وحركات بالإضافة الحزب والاتحاد لكن سيد جمعة الآن أكد إنه هما كانوا كتلة مقراطية إذا كان ده انتداب للكتلة سموه كتلة أنه نحن نحن نسمينا الأشياب ومسمياتها يعني آسانة يسمع روى ما بقدر تطلق علي أي اسم راشد نحن الله مجلل من الراشدين هما بيقولوا جاين كتلة لكن العبرة بين الخواتيم والتوقعات حيكون موقع من الأطراف دي الممثل حيكتب قدامه حركة جيش تحرير السودان قيادة منناوي حركة العدل والمساواة قيادة دكتور جبريل حزب الاتحادي الأصل ما حنجي بمسميات من راسنا لأن الاتفاق ذاته المصمم عمليةه النهائية حتكون individual برأسه يعني نحن ما حنجي كتحالفات ولا حكيانات ولا أجسام تحالفية في النهاية ده شكل لكن المبشرة نحن نقوله كونه الناس استجيبه ويطراضوا أنه يمشوا في وصول الاتفاق السياسي ونطمح كلنا ونطمح أنه يكون قبل مارس شهر الكوارس الناس يسمونه ربنا يجعله مارس خير باعتباره وحيصادف رمضان الناس زارت كون حكومة قبل مارس وهناك التزام التزام محلي التزام مقليمي التزام دولي بأننا ندعم السودان يمرق من عنق الزجاج الدخل فيها قبل من عام ويزيد ودي الحاجة المميزة في الاستجابة دي استجابة محلية إقليمية وحتى أخواننا في الكفاح المسلح استجابة رفيعة جدا من عضوي مجلس السيادة سيد طاهر حجر والسيد الهاد يدريس بالإضافة لسيد مالك عقار ده يعني أنه في إرادة أن إحنا إذا استثمرنا هذه الإرادة سنحقق ما نصب إليه وننزع فتيلة الأزمة جميل طيب سيد جمعة الأستاذ عروى الآن قال أنه ده جلوس كان كل على حدة أو جلوس مع ثلاثة كيانات محددة حركة جيش تحرير السودان حركة العدل المساوى الحزب والتحدي الدموقراطي الأصل طيب بيامج السيادة الأمس اللي طرع يوم أمس قال انعقدت سلسلة من اجتماعات طوالة الثلاثة يوم الفاتد برئاسة كده وكده وكده وضمت هذه الاجتماعات الأطراف الموقع على الاتفاق الإطاري وغير الموقع يعني حتى هو ما اسماها بالكتلة الدموقراطية لماذا تحاشي كتلة دموقرات الدموقراطية واللولة وبتاعت السياسة الأنحية ناس واضحين أول حاجة رفاقنا في الحرية والتغير والتغير صحيح ناس عروة في كلام أخير قالوا كويس أنه هم لما نوقع الاتفاق الإطاري وقعوك تنظيمات سياسية ما موقع أنك حرية والتغير كتلة دموقراطية أقصد مجلس مجلس نحن نتفهم هذا تماما نحن نتكلم المشاركة وفعلا الناس وصلوا زابة المسميات يعني هي زابة المسميات ولكن نحن عندما نقول كتلة دموقراطية هذا يعني المكونات للكتلة الدموقراطية والقائد مني أركم الناوي قبل يومين بعد المبعوثين الدوليين قال نحن قابلنا المبعوثين ككتلة دموقراطية ونحن طيب ما دام إنهم يا أخي ديل نحن قاعدين نقول كده هم دارين مننا نجلو ما يخلونا نقول زي ما نقول هم ما ممكن يفرضوا علينا يقول لنا لا لا نقول نحن قتلة يقول لا أنتم ما قتلة طيب في الأول أشياء تاري لكن لأشي جمعة طيب عسكوري قيادة في الكتلة الدموقراطية ليس سفير النرويجي طلع تخبار أنه وتمنع موضوع عسكوري لأنه أساسا الإسم المشى من التنظيم هم أول حاجة دعوك تنظيم مبارك أردول ما موجود أدوا دعوة لأستاذ عالية حسن أبونا هي تغريبا مصولة حاجة ملف سياسي في الكتلة في التحالف فقال عسكوري كمرأة يدعوها فرصة دمش تصهر كمرأة وعسكوري مش كرئيس لأنه كان ما في تنسيق بينه وحتى مبارك وضح الحاجة مش يتلاقوا هناك والتعرف الأوروبيين دي اسمك موجود بدأ الموضوع ما أطرده وبعد ذلك هما الاثنين انسحبوا يعني ده برضو بوريك أنه يعني موضوع ما كان طرد ولا لا لا ما فيه طرد بس ده أنا أوضح برضو المشاهد خلل في التنسيق خلل في التنسيق فقط والرفيق مبارك أردول وضح الحاجة لكن برضو دار أقول شنو واحد من التناقضات يا راشد أنه اللي أخوة في المركزي أول قالوا أنه إحنا والله ما بنهترف اللي ببنناه جبريل وما عارف الوسيقى الإطارية قالت كذا نحن نقول نحن نحن نجيز من الوسيقى يعني ما تكتب لك كتاب شانت حاكمني بقى نحن نجيز منه نحن كمان بنقول أنه يا أخي مناه جبريل لا يمكن يوقع في الإطارية إلا عبر كل التنظيمات المكونة الكتلة الديمقراطية هم قالوا اثنين بس هسي بعد شوية مشوا دخلوا مولانا وبغيادة جعفر اللي هو ناس مولانا وحسي بعد شوية بردو نازل أسكور البقاء أحضر وبأيو وخشوا وبأم الكلام لأنه في النهاية نحن نجينا يا ماعة حكا نقول نزعر وضعي لجماعة أرجعوا لصوت العقل يا جماعة مافزون عندنا الحق لا نستطيع أمدع يا سيد جمعة حجيتنا يا عروح يا عروح يا عروح إذا ما عندك الحق لا أنت لا تنظيمك ولا المركزي ما عنده الحق في الدولة يحدد راشد دي وقع ولا ما وقع ما دام إن القضية لي قضية بتهمنا كسودانيين ولا تقدر تستطيع ولا تقول ده شارك ما شارك نقولنا كده برضو بات شوية بنشوف فينا شارك النظام أنا دار أقول طيب يا جمعة الإعلان السياسي الإعلان السياسي قبل ما رجعني يا عروح أنا أختم حيلم لي المسألة دي الإعلان السياسي أنا جاي أنا جاي بس بس عاي في دقيقة واحدة دار أقول للأخي عروح وللناس الرفاقة المعام في المركز إنه نحن كسودانيين واحد من المشاكل الأقعدة للدولة السودانية مسألة التصنيف مسألة وضع الناس في جداول وفي درجات متفاوتة الكلام ده لأنه أنت لجيت عبر الانتخاب وأنا احترم تنظيمك هو من التنظيمات السودانية الفاز بالديمقراطية ولكن الآن إنتوا ماجزوا ما في زون من الشعب السوداني لا إنتوا في المركزي ولا نحن في الكتلة الديمقراطية ولا نازل برهان الشعب السوداني ما خدش صندوق المريح كيبنا نحن الآن قاعدين من اجتهد عشان نطلع الفن الانتغال بر الأمان المنطق بتاعه عند منطق تعبان جدا العملية الإعلان السياسي الإعلان السياسي هو برضو قال كلام مهم إنه نحن ما في النقاط إحنا برضو وما ديك ما قلنا إنه الانتفاق الإطاري فيه نقاط كثيرة جدا مضيئة كويسة يعني لكن في نقاط إحنا زي أربع خمسة نقطة هم مختلفين فيها الآن الإعلان السياسي ده مشترك هم عندهم تحفص في بعض النقاط من ضمن مسألة الأطراف التانية للتوقع ونحن بنقول إنه الأطراف توقع يعني فيه بنود جديدة فيه ما فيه بنود جديدة بس تعديلات بسيطة يعني مسألة المسائل العدلية يعني تعيين القضاء والمحكمة الدستورية الكلام ده قلنا إنه ماذا إنه دايه فرصة للتنظيم سياسي يختار زيت من الناس أو عبيد إيجي يكون القضاء إحنا عايزين القضاء ديل وفق القانون بتاعه وفقه يعني يعني ما زي المجلس العدل المؤقت مجلس العدل المؤقت آيه العدل المؤقت يعني سلطة تنفيذية رايزة الوزراء ما عنده علاقة بالمسألة دي لا لا إحنا داري القضاء دي استقلال استقلال كامل عشان يقدر هو يعدل بين الناس لأنه جهاز القضاء ده في كل الدول المتقدمة في العالم الجهاز القضاء ده عنده هيكل وعنده حاجاته جميل طيب سيد عروة بل دي نقاط واضحة طيب سيد عروة سماعت لحديث ولو كان عندك برضو رد عليها أنا عندي سؤال هنا دائر أسأله يعني حرية التغيير طلعت بيان قالت أنها تفقت مع أطراف الاجتماع على النأي عن أي تصريحات قد تعقد مجريات النقاش جوز كبير من الأزمة السياسية في السودان إذا رجعنا بس للنقطة ضيف البيان يقوم الناس بكون متفقين تمام متفقين على تفكيك التمكين متفقين على عدم عودة المطور الوطني والنظام القديم متفقين على إرساء دعائم الحكم المدني الديمقراطي متفقين على القصاص والشهداء متفقين على العدالة الانتقالية لكن مختلفين على المسميات إنت تتي وأنا ما أجي دي يجي وده ما جاء ده ما رد لنا وده ما يخش لي مسائل شكلية عطلت الدولة السودانية عطلتها وسط وعطلها إذا استمر الناس في هذا الحديث ما رأيك أشكرك أخي راشد الحقيقة العملية السياسية ما بدت الليلة بدت لها 8 شهور يزيد يا أستاذ راشد لكي الناس نكون برضو واضحين 8 شهور دي لما بدأنا العملية السياسية أخواننا دي قالوا نحنا مع الإجراءات سموها التصحيحية بتاعة 25 نقول لنا أخواننا الكلام ده دد ما صح كلام ده انقلاب وأسي يوم نحنا دارين ننهي إجراءات الإنقلاب كل الصطور المسودات اللي احنا عشان فيها دي إلا الناس لا زالوا متشبسين بالوسيقى الدستورية معاهم في الضفة الثانية متشبسين بالوسيقى مجموعاتهم دي حتى مخرجات القاهرة دي جاد باشنوا متشبث بالوسيقى الدستورية المخرق الممزق القطاع البرهان في 25 أكتوبر أنه نحنا متكلعوا عن أساس دستوري جديد دي نقطة من نقاط الخلاف وهم أسيح هيجو في الإطار الدستوري الجديد أو الأساس الدستوري الجديد المسودة التي صيغت في نقابة المحامين دواسطة اللجنة التسيرية للمحامين السودانين الشيء الثاني الكلام عن أنه أن إحنا الأخرنا أو فلان أنا مداري حمل زول لكن العبرة بالمقاصد وين هم الآن من الاتفاق دي اتفاق دي أنا بقول لك أسي متى ما نشر عائل الاتفاق الإطاري وعائل الإعلان السياسي ما حتلقى إلا و قال لك المجلس العدلي في اختلافه الفصل السلطات القضائية رئيس الوزنة ما عنده علاقة في اختلاف في نتكلم عن وهو ماسي حيقتنعوا حيقتنعوا أنا بقول لك بالنقاش حيقتنعوا أنه ضرورة إقامة مجلس عدلي مؤقت طيب إذا ما اقتنعوا يا عروح عندنا دفوعات بالنقاش بتتزول طيب واسقين أنهم حيقتنعوا ماهود المنطق بقول كده أنت عندك جهاز مؤسسة سلطة قضائية جزرت في يوم واحد من 30 يونيو 89 لم يتبقى فيها من القضاء الصحيحين إلا القليل ده بالطلب أنه تؤسس سلطة قضائية قيادة للسلطة القضائية بوجه جديد والمجلس العدلي المواقع ده ما هيكون هو المهيمن على القضاء بمجرد ما يختار القضاء من قضاء سابقين ناس مستقلين نزيهين مشهود لهم بالأمانة والكفاءة والخبرة والدراية وتدرجوا في مستويات المحاكم السودانية والناس الجزء منهم أخذ خبرات خارج البلاد ديل حيجوا يمسكوا السلطة القضائية ما طيب دهوا وجهة نظركم في المسألة طيب قد تختلف معهم وجهة نظركم وكلا عندهم دفعاتهم أيضا دفعاتهم أننا نبني على هذا الهياكل العطنة الهياكل العدلية العطنة هذه الهياكل أصيبت بالعطن إذا كانت في مؤسسات النيابة العامة إذا كانت في مؤسسات القضاء إذا كانت في المؤسسات الشرطية ذات نفسها ده بيطلب جراحة الكلام عن التفكيق أنا بقوله بوضوح أخواننا ديل في ناس بمجرد ما جههم من السلام يتداروا في جلاليبهم وفي كاكيهم من الدبايب الحركة الإسلامية ومطورة الوجهة عندهم كوادر بالإسم في الحركات كلها يتسربوا ومفتكروا أن السلاح والتترس بالشرعية بتاعت الكفاحة المسلحة بيتحصنوا من إجراءات التفكيق التفكيق دمامة زائد أين في حركات يا عروح؟ أنا أعجيك يا سيد جمعة أأسي أخواننا في حركة مناوي عندهم ناس ينضموا لهم من المطور وطني؟ من المطور وطني وطيادات مثلا عبدالله الباقي علي معاكم قائمة طويلة يعني ودال يتدسوا داخل وفي أموال أموال الآن بيحاولوا الناس يحصنواها بالسلاح بيفتكروا أن الحركات دموك التحميم أنا إحنا عندنا قناعة يعني الاستجابة اللي قيناها من السيد مالك عقار مثلا السيدة الهادي إدريس دال قالوا إحنا ما ممكن نستوعب ناس زي دال ورونه لهم في ناس الدوم قوائم قوائم دال ناس في الأمن والمخابرات في ناس كانوا في الدفاع الشعبي ناس كانوا في الأمن الشعبي ناس كانوا جل الحركات دي عشان ممكن يلاحقوا جنائيا ناهيك عن متورطين لحد 6 أبريل 7 أبريل 9 أبريل للضريبة اللي يحصل في القيادة العام ما ناس قاعدين وحملت سلاح في خندق كتائب الضيل كيف الناس يمكن يمشوا كيف يحملوا مسلح والمجموعة بتاعت إخواننا في تمازج برضو عندنا فيها كلام كثير قلناه لهم إخواننا إذا دارين تمشوا بالحق والعدل نقوا صفوفكم أخونا محمد حمدان دلقوا كلمنا معه إنه أنت عندك مجموعة الأمن الذاتي قاعدة ضباط الأمن المخابرات قاعدين عندك فضيب ضباط الحركة الإسلامية عندك الناس الأقيلوا في عهد البشير أنت استوعبتهم ناس عندهم مخالفات إذا كانوا باعوا سلاح إذا كان غيرهم طيب أنا سؤالي لك هل تقصد الانتماء ولا تقصد تقصد أنهم كانوا متورطين حرفيا في عمليات أنا أقصد الكلام بتاع التفكيك الكلام دي جابه كلام التفكيك التفكيك يا أخي راشد يجب أن يكون قناعة لدينا جميعا ونحن من بدأنا مؤتمر التفكيك في الشهر المنصري باعتبار أنه قضية ما علي خلاف الآن الناس المتسوسين داخل هذه الكيانات بيقولوا قضية التفكيك دي ما هو لكن بكلامك دي أنه حتى أنت مع العسكريين الطرف الآخر الهو قاعد والهو بامن أيضا للإتفاق اللي تاريخ يقولون أن يتفكك النظام أسي هم قالوا ولو على أنفسنا ونحن بيقول ولو على أنفسنا يا أخي راشد طيب هم ما قالوا لكم أنه هم نتفق جميعا نتفق نحن أسي أنه الفساد ده لا عنده قبيلة ولا عنده حزب ولا عنده جنس كلنا إذا أطالنا أسي أنا الليلة أو أنت حاشى لله جاء حوال الفساد تحت رقليناك أو تحت رقلينا البرهان أنه جرة ما نلاوز نعم ونقول ولو سرقت فاطحة بنت محمد لقطع محمد طيب النقاشات والنقاض هل هي مفتوحة طيلة الوقت للنقاش يعني حيحسيمها الألية حتحسيم النقاش في نسالة التفكيك التمكين والمسائل التاني هم تلوناس يجوا انتقلوا للمربع الإعلان السياسي المشابه للاتفاق الإطاري هنصل للاتفاق النهاي جميع أنا بقول لك نسخة مستنسخة من الاتفاق الإطاري نسخة مستنسخة من الاتفاق الإطاري يا جمعة طبعا أنا يعني كانت نستغرب من كلام أخونا عروضة عروضة ما حد انتزاعه 80 هو قرأه في الورق يعني تمام ممكن برضو راشد ما حضر طيب دارة ما مشوره دارة وش دارة الحضور ده ما شرط أنا قبل قلت كلام ما احترام له يعني لقد احترمه جدا وزو الشاب خلوقه كده ما دارة طلع الكلمات المه مناسبة مع أولا وانت لانك ايضا محترم لكن اللولا كلمة اللولا وذي بقول رب حدنا ما مشكلة اللولا وذي ما ظلنا بزيئة ما بتود الناس لي قدام اللولا ما بتود الناس لي قدام ما مشكلة طيب انت شايش لهم اللولا ولا النهائي زول بقول لك يا أخي دلك أسماء معهم احنا الاتفاق الإطاري ذا اتحول لإعلان سياسي لأنه قلنا الإعلان السياسي هل بيعمل الإطاري مش الإطاري بيعمله طيب انت لما عملت ذا بدل ما تعترف للجماهير تقول لهم والله يا أخي نحنا ما تشين لاتفاق اسمه يعني نحنا اتفاق النهاية يا أخي نحنا ما لسه ما وصلنا الاتفاق انت بتعبو لما نتفق الآن نحنا فيه نقطة بتعدينه في إعلان سياسي العلان السياسي دا ما كوبي أن بيست في نقاط نحنا وضحناه وإنتم مختلفين معانا فيها للليلة ما يتحسمت أولا مسألة السلطة القضائية وغير ما يجيس على عدل الموقع الكلام دا يعني نحنا لا يمكن لا يمكن في القرن دا نجي نجيب ناس أحزاب سياسية يقول لك دارين نجيب ناس كفوئين وكده ليس يجيبوا لنا أحزاب سياسية عموالين تمكين ما حيحصل لا ما حيحصل ما يمت قبل كده موجود وناس كانوا موجودين وفي الجيش موجودين أحزابكم موجودة فبالتالي إنه مسألة ما بيحصل دا في رأيك بس ما في ضوما قدام العرور ما حجيك أنا ما حجيك حجيك حل نمشي بنفس المسلطة القضائية حجيك يا عرور السلطة القضائية مادم هم يأخذ فرصة أنا حجيك يا روعة السلطة دي نقوم نقوم نجيب سلطة نعيينها نحن كتنظيمات سياسية لضمان لضمان نزاهة القضاء حتى لو القضاء دا فيه هنات لو فيه أقطاء بتتعالج لكن ما بالشكل كيف تعالج شنو فرطكم أول حاجة القضاء عندهم هيئة وعندهم هيكل بيتم معالج الحاجات دا تدريجيا بتعالج بيجيبه هم بيعرفوا القضاء النزاهين من بجيبهم ما يتفي نهاية سلطة الدولة كلها مش هتحول لسلطة ديمقراطية والغضاء بيكون مستغل يعني ما قول القضاء دا بيكون بس هو مستغل يجيب كلهم يكونوا هم دينا الناس الجارية بيخافوا منهم النازل فيهم كوادر فيهم ناس من هو الموضوع دا لي حصل التفكيك من أول ذاته ليه تم التغيير لأن السودان دا يا راشد من اتعرف الجيش دا الحزاب موجودين فيه بيعملوا انقلابات القضاء الحزاب موجودين نحن دينا الوحيدين ما اننا نزول فيه نحن قلنا يا اخي الموجود دا خليه يكون قاعد يرمي معالي لكن مثلا أنا ما بضمن ما بسغل السيغة مفقودة بيننا وبين الحزاب دينا عشان يمشي يشيروا له قضاء ويجيبوا قضاء جودات ما يسمن الحاجة التانية طيب الخلال في الجهاز القضاء انتم تصوركم ما في خلال في الجهاز المرنة في وجهات نظري في وجهات نظري أنا حتى لا أقع في خطأ انه القضاء الآن الموجود انا ما شايف انه في خطأ لانه البروسيس بتاع القضاء ما فضل بيجيبوا له اللي باعدمه تاني يوم بمشي البحاكم دي شك غالة اذا كان في خطأ بيتعالج انا بالنسبة لي احسن نحافظ على الموجود ثم بيشوفوا فيه خلل افضل من نعمل واحد من جديد يجينوا كلهم حزبه همه وما اعرف منه انت شايف المجيس العدل بكاهم هو حيعمل ده نظام قضاء جديد نحن اسمع كلاما نحن لا نسق تماما في اي حزب عشان نغير الجهاز القضاء طيب الجهاز القضاء دي هم موجود بشكل ده هم جوا في جهاز القضاء عندهم طرقهم وعندهم قوانينهم طيب النقاشات دي النقاشات دي قبل ما اطلع الفاصل هل دارت بيناتكم في الاجتماع اللي نشر ونشر البراجات دار بيننا الراي كان شين هل نفس رأيكم الهندة لا هم نفس الراي هم متمسكين بأنه لازم يتم تغييره لأنه فيه كيزان وكده ونحن بنقولي آخي القضاء ده يمشي بالشكل اللي قولناه ده واحد اثنين نجي للمسألة التانية بتاعت بتاعت اللي هو بيقول كيزان خشوا حركاتنا المسلحة الكلام ده طبعا غير صحيح أول حاجة صحيح عبدالأصبر لو سمحت اقول له الكيزان فكينا لكم انتم بترضوكم بطلوكم برسو ده هنين لو ما موجودين كيزان اللي لفكينا نحن ما موجودين كحركات يعني نحن كحركات مسلحة لا يستطيع أحد في السودان يجي هنا يهاجمنا في الاستوديو ده ولا ملوقنا بالقوة وانا سينتك حزب والكيزان ده للك أحزاب كنفكينا معاكم ماذا قد تجيب معاكم عشان نكون صرحين قاعدين معاهم نحن 30 سنة في 30 سنة ده في البلدين قلناها معهم حلوة ومورا 30 سنة انتم معاهم قاعد معاهم وانا ما معاهم انا قاعد طيب خلونا نرجع لموضوح طيب انا نرجع ده جلولي بعد الحلق لا لا وانا نقول شنو وانا نقول شنو الاعلان السياسي اجديش اي حلق اللي خلنا نردول ده ردله في الحاجة يا اخي نحن اسمع كلامي نحن شرفاء نحن شرفاء نحن اسمع كلامي يا جمعة لا تطعمت في الحرج لا 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 نحن مقدمين عدد كبير من الشهداء ونحن بنقول يا خلوة يا جمعة نحن ده precisamente قبل الفاصل اول حاجة انه انتنظيمات قليل الصرفاء مقدم انا اول حاجة بالنسبة له الكيزان وحزب المة والمؤتمر الشعبي والعزاب القادة التنقعة ليس من مiting فCheaph ليس بحق كم إزالية التمكير أ redistvenant أنا أخذ لك Siنته، سبيجيار فيسوق عند أسمأ الثامن، الثامن لذا ك��قبت مهمة وهاجم. وأنا دار أرد. لسا في النقاط ما ردتها مهمة وغيرها. طيب يا سيد جمعة. نحن عندنا الساعة وعندنا الزمن وفي شباب نحن قاعدين ووزنين الزمن. خدت زمن مناسب للإجابة. وحتجي في وقتك وفي زمنك ترد على كل النقاط. أنا دار أسألك يا سيد عروة سؤال. الردودة. الكلام اللي قالوا سيد جمعة ده كله. كده. ليك الوقت اللي ترد عليه. لكن أنا دار أسأل عن الإعلان السياسي الجديد. ناس كثير يرون أن الإعلان السياسي الجديد ده هو فرصة لإعادة ضبط المشهد السياسي في السودان. بما يحفظ الاستقرار في البلد وينضي بالأمور لي قدام. الناس توقع على الإعلان السياسي مع القدر المعقول من السياسيين المتفقين على التحول المدني الديمقراطي. وعلى الشروط التي ستحفظ السودانيين كرامتهم. والناس تمشي لي قدام بعيدا عن نقاط الجدال. أنا بدأت. ما أساسية. ما أساسية نقاط الجدال. الساد راشد. بدأت الكلام. أنا قال ليه في فاصل. بدأت الكلام بوضوح أنه نحن عندنا شهر ضيعناه ما بين مساككة الغاهرة وانتظار السيدة القائد كان في رحلة استشفاه. تقصد منناك. أيوة. وهو يعلم ذلك الموضوع بتاع الاتفاق السياسي ده الناس اتفقت عليه. وخالد عمر يوسف الناتق رسم في سنعمالية السياسية مرق قال أن نحن حتى المسودة اتفقنا عليه. لكن فجأة لقينا بروسس موازي اللي هو بتاع القاهرة ده. لقيناه موازي باتفاقه وناس لو ما عندهم حاجة معلبة يا راشد. ناس بيمشوا أربع يوم هم في ورقاء طرائق قددة بيجوهم بيجو باتفاق في أربع يوم بيقولوا ده كونسيبت حقنا. والكونسيبت هم المتفقين علينا معهم ورقتهم المرجعية الجوبيهة من القاهرة. الاتفاق السماشين فيه يتناقط معها. أولها أنه نحن هنوقع معاكم منتو الثلاثة حركة جيش تحرير السودان والعدل والمساواة والاتحاد الأصل. ده الكونسيبت إذا في أي كلام غير ده يقولوا سيد جو معا ما في كلام عن كتلة. هل تم الاتفاق معهم بوضوح أن توقيع حكومة ثلاثة وموقع؟ بوضوح وبجلاء ودلحة يمشي. ولماذا لم؟ ليه ما وقعوا؟ ما توقع لأنه الآن في كلام. هذا كلام ما حقيقي. الشي اللي قالوا أنه نحن عملنا شوف حزب الوما ده لا حكم بصير. لا هل نكتضي معلش هل نكتضي لأن حساسة وحاسم حتى بالنسبة لكثير منهم السوداني. بقولك قدامك والسوداني. التلاتة أطراب جيش تحرير السودان عدلهم مساواة وتحق ديمقراط أطراب. متفق على الكلام كتنظيمات. هم وافقوا لكتلة الديمقراطية ديل وافقوا على الكلام؟ لحد ما مشوا مع الناس ثلاثة أربعة الطريق قالوا ننتظر نمشي عندنا مشاورات. وأقول لك التلاتة ديل هم اللي حيوقعوا. أنا ما بضرب غيب ولا برمي ودع. حيوقعوا باعتبارات كثيرة جدا يا راشد. هم عارفين إنه هم الطرفين جزء من العملية بتاعت السلام. من ناوي وجبريل. يعني السيدة الهادي أعظام السيادة ثلاثة ما استنقفوا. ولا قالوا الهم بقولو ده. وجو قالوا التفكيك لازم يطال القصة بتاعت العدالة دي. شافوا براهم بيتكلم عن إنه القضاء القضاء ده. يا أخي قضاء ملفاته ما السيزة يجبنا لك. شفتها القاضي في ملفه السري بتلقى إنه داخل دورة تدريب. فكه تركيب سلاح داخل دورات في الأمن ضابط منتصف للأمن. فتكيفي حاكم. طيب كده خلينا تاني نحن في. ما يلي حزب الهم. التوقيع هيوقعوه الثلاثة. دقيقة بس جزئية. واحدة من الردودة اللي هو هاجم. حركة تحرير السودان العدل والمساواة. الأتحاد الديمقراطي يا سيد جمعة. لو شايرين دبابات ما نفكت. لو سمحتك. لو شايرين دبابات ما نفكت. وضحت طيب شكرتك طيب. وضحت وشكرتك. يا سيد جمعة أنا ما هاجيك أنا. انا هاجيك في وقتك. ما في ذلك هاجيب تمكين. هم اللي هوقعوه يا عروة. فقط. هم ديالي عارفين كلام ده. عارفين. أنا دار اقول ليك في حاجة. هم ماشيين في. ثلاثة ارباعهم. قالوا ماشي في الكلام ده. أنا بقول ليك. ثلاثة اربعة تلاتة أشخاص. يعني اثنين منهم. ايوه. اروض الله بيقو وضف حركة تحرك تربيني. لا لا. انا هاجيك يا سيد جمعة. هلو سمح. يا سيد جمعة. انت هتمشي تصوم رمضان بإذن الله. لكن هتجي دلق الكلام ده اللي بيبقى. وحكومة بتكون على الأساس ده. الدائر اقوله. أسي نحنا ما لأنه مستصغرين زول. خلينا رد على حاجة. اتفضلوا. بما فيه. انه نحنا ارتكبنا جرائم في كوردوفان. الجرائم. اذا قصدك محرقة تضعين. شوف زي ما البشير ده أسي متهمينه في الاي سي سي. اتهمه حزبه. أسي انت شوف الناس يوكلوك أو يوكلوك. ما تضعين ده واحدة. معلش ده تسليح قبائل العربية والكلام اللي بيقوله. عشرين عشرين نقطة بيقولوها. اخيرا فضل. اخيرا شلت الخيمة. اخيرا شلت الخيمة. اخيرا شلت الخيمة. العشرين نقطة ده بقوله. الشاب ده مكلام ده بسبب سمعنا. انا حجيك. دول نقاطك لما نجيك رد عليها. الاي سي سي قاعدة. وعمى نبور ما قاعد. افتحوا فيه بلاق. واهل الضحايا يفتحوا فيه بلاق. ويفتحوا فيه بلاق فيه بلاق. العدالة الانتقالية ده شنو يا سيد جوم. انا بقول ليك قبيل. انت بتقول لي دارين تفكيك انتو. انا بقول ليك لو جاء تحت حبال رقلين عروسات. يتجري الحبل ده. وان شاء الله يودونا المشنقة. طيب. حسب ما نشر في احد الصحف قيادي بارس. في احد القوة السياسية. من هذه الاثنين يعني. واحد من الحرية وتغيير اول كتلة ديمقراطية. ويأكد على ان الاتفاق الاطراف الموقعة بشكل اخلاقي ومبدئي غير مكتوب. على تعديلات في الاتفاق الاطاري سيتم تضمينها في الاتفاق السياسي. بما يتوافق مع نزع فتيلة الازمة السياسية في السودان. وتم التوقيع على هذا الامر. تم التأمين على هذا الامر من كل الاطراف الحاضرة. من القوة السياسية من الطرفين. ومن الجانب العسكري. هذا الامر يعني ان هناك تغييرات وتعديلات وتنازلات من الطرفين ايجابية. انا بقول لك. شوف. او او. انا قاعد وانت قاعد والمشاهد قاعد والاسفير قاعد. لا نزل في جريدة الكلام. شوف. انا قاعد وانت وستاذ جمعة قاعد. الكلام ده. التعديلات شنو؟ التعديلات شنو؟ ما تقال شنو هي التعديلات ما تشرحها. اللي يقول لك. لا انا بقول لك. انا سيونجي قاعد يتكلم. هم. ماشينجي في القصة بتاعة المجلس القضاء. المجلس العديد. المجلس العديد الذي رافضينا. وحي يجو فيها. كيف حي يجو؟ مو كيف. بشروحات معينة. انا بكلام. طيب اذا الشروحات دي مختنعوا بها لكن. يا سيد. تقول لك لو شايلين دبابة. لو قال لك شايلين دبابة. انتقل هنا. ما هو لكن في المنطق يا سيد. لو سمعت. لو سمعت. لو سمعت. نخترم وقتل. ناس قضاء. ناس قضاء. ناس قضاء. وناس قلاء نيابة. متهمين. هم ذاتهم. اخان احنا فحيفين التلتمية. نفذوها فورا للانقلاب. يعني مجلس العدلي ده ما هي تعدل؟ تقصدينه ما هي تعدل؟ طيب قبلتوا نقاشوا على تعديل. يا اخي ما في زول. ما في زول حي عدي للمجلس. هم الكلام حتى في منول حي اختار الحكومة. الخوف كله انه. والحصص. كلام انه ما في زول حي مسح الزول. السلام. اتفاك سلاميوبا. خالص ما ناقشوا الحاجين. ما عليش. يتناقش. ما هو أنا بقول ليك. حيات المداري الناس يتكلموا عنها. انت بتقول ما تناقشت. لكن الناس قالوا ما في. سلاميوبا. الناس. التعديل فيه ذاته في المؤتمر الفات. التعديل فيه يكون بموافقة كافة الموقعين عليه. ما عليك اننا خلينا نرد في النقطة دي. لشان ما انسى. خلينا نطلع كده فاصل. لا لا فاصل. ما فاصل الاعلانات كمان احنا. معدي معلنين. التزام مع معلنين. فاصل قصير. كون معنا. شاهدين انا كنت. مرحبا بكم من جديد. مشاهدين الكرام في الجتاء الأخير من دائرة الحدث. فيوميات الأزمة السياسية في سودان. رحب بكم. مرحب بكل الانضم ولمتابعة. مرحب ضيوفي. أو ضيوفي. الكريمين داخل السوديو. عروة الصادق وجمعة الوكيل. سيد جمعة قبل الفاصل. سيد عروة كان يتكلم في نقاط متعددة. وذكر بأنه لن يتم إلغاء المجلس العدلي. ستقتنعوا بالنقاش بعد ما هم يناقشوكم. ستقتنعوا. والتعديلات دي تعديلات شكلية في أو. وحروف بسيطة. ما حاجات شكلية بسيطة. لان تغير شكل ما اتفق عليه. أو تم تقالي في الاتفاق الإطاري. ما رأيكم. والله شكرا جزيلا أستاذ راشد. وبرضو التحية للآخر العزيز عروة. شوف. احنا مادر نتكلم بعلم القيم. او. انا خلينا. دل نقطة. لاندي أخش في موضوع تاني. لكن بالنسبة لموضوع بتاع الأكهزة العدلية. انه المنطق ذاتي بقول كده. يعني المنطق هنا كده. احنا خوفنا شنو لا. ما في صغة بيناتنا. يعني أنا لا يمكن زولي بيعلي. زي ما قالوا حبال بدون بقر. القضاء. بشكل الموجود ده. احنا ككتلة ديمقراطية. نحنا قولنا استمر. ويتم معالجه من خلال الاستمرارية بيناتهم هما. هم بعرفوا بعض. ما كل القضاء ده كيزان. ما كل القضاء ده الناس سيئين. صحيح. فيه مناس كويسين. فيه مناس وطنين. ما انه أنا جمعة الوكيل ده. الزول الموجود في الأجهزة العدلية ده. انا مقتنع. انه هو القاضي قاضي. والنيابة نيابة. مهما كان قولنا. لانه في النهاية. بيحمل. ادى القسم. زي وزي تزول من كل الحربية. وزي تزول من كل الطيب. ادى يمين. انه يا اخي يحكم بالعدل بين الناس. والحساب ده لا انا لا اعر ولا الحزاب. الحساب ده عند ربنا. شفتها اذا حكمتم بين الناس. تحكموا بالعدل. تحكموا بالعدل. الموضوع ده ده احنا مفروض ما نتنغس فيه كتير. نحنا عشان البلد تستغر. مثلا لانه عندي وكيل نيابة. عندي قاضي. يخليهم بطريقتهم يمشوا بعد ذاك. يعملوا سيستم جديد بتاع كيف ين يقبلوه مكيف ذاته. لما يطلعوا الطلاب بتاع القانون دي. وكيل فيه حيات كتيرة محتاجة لشغل كتير. عشان الزول يبقى قاضي وكده. نسألت القضاء برضو. لانه هي مسألة فردية من الاجتهاد الشخصي من الناس. نحنا ككوتلة ديمقراطية. ما مع انه التدخل السافر في مسألة الاجهزة العدلية. على الاطلاق. ولا هنتفق معه. الموضوع ده ما هنمره. زي ما هو بقول هتمره. لانه المنطق بقول كده. انا كلامي كلام منطق. يعني انا الليلة الزول ده ما اشغال مثلا محترامي لك في التلفزيون. اشيله اجيب واحد تانى اخده مزيح ولا كده. لا. ده قاضي. ده وكي لنيابة. ده شكله بختلف. كويس. ده النقطة اللي ممكن تسألتني. بالنسبة لل... الاعلان السياسي. اصلا نحن لو مقتنعين. بالاتفاق الاطاري ما كان عملنا اعلان سياسي. الاعلان السياسي ده عملناه. زي ما ذكروا المبعوثين الدوليين. ونحن السياسي جاي من اجتماع بتاع الاتحاد الافريغي برئاسة موسى فكي. رئيس الاتحاد الافريغي. قال لكم شروفكي. فكي. اتكلم عن انه لازم السودانين ما محتاجين قالوا لي اصلا. حتى وساطتنا نحن. نحن قال بنعرف السودان فيها كوادر فيه وناس فيه حقول كبيرة جدا. لكن السودان عنده مشكلة بتاع ازمة بتاع اقصاء واقصاء الاخر. عدم قبول الاخر. مسألة التحميش. يعني اي زول عايز يقعد في حتة. يتسيد الكرش ده يقول والله يا فلان ما يجي فلان يجي. ده تفصيلان لكلامه يعني. هو يفتكر انه الناس مفروض يتفقوا. بدون تدخلات خارجية. ومسألة انه ذاته ياخدته في النهاية اصلا دي فترة انتغالية. فترة انتغالية الناس بيقعد فترة محددة بمشوا الانتخابات. يا اخي الفترة انتغالية دي اديروها كلكم مع بعض. اطلع بعد ما تطلع من الفترة انتغالية. اي زولي في الصموق اللي شعب السوداني يقول كلمته. جميل. طيب. النقاط الثاني الكلام القبيل قلته. ما هو قال ما في تعديل. الاول حقيقة الاجهزة العدلية نحن مختلفين فيها. طيب. مسألة الاطراف نحن مختلفين فيها. ما حيوقع الكلام اللي بيقوله ده. ده كلام انا مودي نسميه احلام. يعني المجلس العدلي الاطراف الثلاثة دي في اختلاف مفروض. الاطراف الثلاثة. وتفكيك التمكين. التفكيك التمكين نحن متفكين معهم. لكن الالية. الالية او البنهج بتاع الشغل ده. يعني. في اخلاف بردما. في اخلاف. انه نحن منتفك معه منه نعمل ازالة التمكين. لكن عبر مفوضية قانونية. يعني ما ممكن انا وانت نمشي بس نقعد. الدائرة نشيله نشيله ونجي في التلفزيون والله يشيلنا من راشد كسا قطارد. والحاجة ذاته بتمشي تخوش وين. الكلام ده يا جماعة كلام عشوائي. ما محترم. نحن عايزين يكون فيه جهاز مفوضية كاملة. بتاعت. عند علاقة باعادة المال المسروح. حاربة الفسات. حاربة الفسات. ويقول الى الدولة. الدولة. ده. هم بيقولوا يا اخي داني رجعوا التمكين الاول. نحن ما مع ده. ما في زور باتنا. نحن مع ازالة التمكين. لكن عبر الاطرة القانونية. بعدين التمكين ده. في ناس كتار السقادين. حتى ما امزلت الناس مفروض يسألوهم من التمكين. خلهم. يعني برضو التمكين ده. انا ليه قادر. تقصد تقصد. الحاجة انا باقصد انه. لما نكون دي الجهات قانونية. بحسب الجمعة. والواسق. وامتى. ومني. وابد الواعد. واي زول بتحسب. لكن لما تجيب الجمعة ده. ممكن انا اخلي راشد. وابشي حاسب فلان. جميع. لانه البداية ده ما شمل كل الناس. سيد عروة. ما شمل كل الناس. في رايق قاعد يقول. رايق قاعد يتصاعد يوم من بعد يوم. كثير من الملفات. اللي ممكن تأخر الفترة الانتقالية. وتدخل البلد في مشكلة كبيرة. هي ملفات ما هو ما من صلاحيات. حكومة انتقالية. هو صلاحيات سلطة منتخبة. تفصل في قضاء الفساد. تشيند قضاء له كلها منتخبة. ما لا يقال يا سلطة منتخبة إذاEN برلمان ومنتخب. رئيس منتخب. ومجلس قضاء منتخب أيضا. عالك يقول جيش كله أو أجلب قضاء عقد زيد. رئيس منتخب. يشيند جيش كله أو شلطaman جديد. رئيس منتخبا. وليست سلطة انتقالية بها أحزاب سياسية طيب يا راشد بوضوحي المدعالة للجدل حول النقاط الخلافية ذات إجابة والتجربة الأساسية هل نتكلم عنها في إصلاح الأجهزة العدلية هل نحن جبنا حاجة بدعة؟ ما بدعة كينيا القريبة دي عملت جهاز قضاء فحصت 350 قاضي هم رجعت كينيا شوف الموضوع عشان كينيا عملتها لا هل نعمل عشان كينيا عملتها؟ نظفت الغضاء باعتبارين أن القضاء أنا قلت لك البشيري لما جاء شالكم قاضي قرابة ألف ويزيد قاضي اشتحبهم وجاب بدلهم ضباط شرطة ضباط أمن يعني زول من وللآن ملفاتهم يعني ما ناكرينها إنت لو طلعت عليه وأمشوا عملوا تحقيق في القضاء القاعدين دي القضاء الأس يقولوا ومن ضمنهم قضاءات محكمة عليا تلقاه ضابط في الأمن قاعد بيتلقى تعليماته من جهاز المخابرات نحن عشان ما الكلام كله يكون في المؤسسة القضائية ضباط في الأمن كانوا وكالانيابة بيحاكمونا نحن هو الحكم والشاك يشتقيك الجهاز ويحاكمك الجهاز ويتحرم عاك الجهاز ما يرفيدهم بعدين يرفيدهم الرئيس المنتخب والبرلمان المنتخب يا سيد أروا ما يقعدوا لك الانتخابات دي حانا صلى الله كيف أصدر عشيد هو بيتكلم لك بيقول لك أنه التفكيك خالط بين التفكيك ومكافحة الفساد التفكيك ده الناس يقترحوا لأنه ما واحدهم لا ما واحد هو فساد التفكيك ده ما فساد لا تفكيك نظام التلاتين من يونيو ده مغالب ناس كلهم بما فيهم الآن نص المسودة بتتكلم عن تفكيك نظام التلاتين من يونيو وزالة التمكين مفوضية مكافحة الفساد ده جزوا براه ومستدام مسافكي قاعد معهم قال لنا سودان بعاني من أزمة بتاعتقصاء وما إلى ذلك وسودان الآن عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي ملف تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي واختراقات سياسية ما حيترفع على تعليق ما لما الناس يصلوا الاتفاق ما لم يتنازلوا أيضا والناس حيتنازلوا يعني نحن هوسي بتكلم كلام إنه الناس متشبسة يا أخي نحن مرقونا من قبور ومن تحت الأرض عشان نتفاول معهم متى سيتم التوقيع سيد جمعة متين جاهزين أنتوا لتوقيع سيتم التوقيع بعد الاتفاق في ملغات الخلافية بالذات النقطة بتاعته للأجهزة العدلية ما خلاص يعني في خلال تتوقع متين يتوقع ممكن يكون بعد أسبوع بعد خمسة يوم أنا ما أقدر أحدد لكن بعد ما نسأصلوا الاتفاق لكن ضروري جدا أنا أعلق في النقطة بتاعتكينين سنذكرها الأخي العزيز عروة عروة طبعا الكينين عندهم حكومة منتقرة كينيا دي دولة ديمقراطية دولة ديمقراطية من حقها بعد ما ينتخبوا البرلمان يكون عندهم تقرز متعمية يراجع لهم بدين كينيا كان من ديمقراطية كينيا دي من الإنجليز مرق منهم مشغالين بالديمقراطية الرؤسان بيجعبر حتى بعيدوا الانتخاب إذا رئيس فاس بعد ذرور بيجعوا بعيدوا الانتخاب طب كده طليعنا من نقطة كينيا دي بالنسبة للتوقيع التوقيع في النقاط خلافية زي ما ذكرت نحن الآن متفقين على أنه في إعلان سياسي خلاص اتفقنا دي خطوة الآن النقاط الخلافية زي ما ذكرت والجوهرية جدا النقطة اللي عنده علاقة بالاسم العدلية المجلس العدلي والخلافة التانية الأطراف هتوقع نحن ما حنوقع كتنظيمات ما بنمثل تنظيمات وقعنا نكرر الكلام ده ولا فيه زول اللي يقول لك يقول لك يا خليلين اللي يقولنا كده ما يفضل عنده حق تاني يقول لك لا لا إلا اللي تعمل كده ما إلا زي ما أنت قلت يكون زول منتخب لأن الاتنين ما منتخب يعني عندكم راي في المجلس العدلي ما هتوقعوا كتنظيمات راينا في المجلس العدلي إنه ما يتم تفكيكه أو مش تفكيكه ما يتم يعني يعني يجيبوا ناس ينتخيبهم يقولوا ده المجلس العدلي ده لا ما بنسق فيه ما بنسق في أي حزب تنظيم سوداني حزب سياسي ما بنسق فيه المشكلة طبعا مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة لأنه الدولة السودانية من 56 إنتم حاكمينها والسلطون الحضير ده ما بنسق فيكم عشان كده ما في قضاء يبقى تطلعون تيجيب ليني ناسكم تاني الأحزاب يبقى كمانا جهاز الغضاي من جهاز مستغل للجهاز بتاع أحزاب يعني عشان المؤتمرين كانوا موجودين يمشوا يجيبوا لنا باقي أحزاب ومدقلون كلام جيم كلام جيم المفساد المفساد ما في النهاية في النهاية التفكيك بتاعي التلاتين من يونيو ده ده التفكيك عنده علاقة بمحاكمة الناس جرائم وآلياته والآلية بتاع اللجنة الكارنة الشغالة بيتمش تشير أمام الناس ده نين ديل هم ما هيوقع لأجهزة عدلية ويكون في المفاوضية قانونية شكرا يا سي جمعة شكرا يا جمعة شكرا يا جمعة شكرا يا جمعة كلام جمعة واضح ما حنوقع نحن منفردين ما ثلاثة ثلاثة أشخاصة وثلاثة تنظيمات نحن هنوقع ككتلة ديمقراطية وحتى لو وقع واحد هو هنوقع نيابتنا عن كتلة ديمقراطية نمرة اثنين نحنوقع نحن كل المكون ده كتلة ديمقراطية هنوقعه كل مكون كتلة ديمقراطية المجلس العدلي قضية خلافية وغير قابل للنخاش عندهم عندهم تصور واضح بالنسبة لهم وهو منطقي بالنسبة لهم هم تفكيك التمكين هو معه ولكن ما بالآلية بتاعتكم منتو شوف يا صدراشي زمن انتهى أنا الزمن انتهى ده هم الآن كلام نحن قلناه على الهوى للنهاية حتحكم بين الأيام المبعيدة أنا ما بتوقعها تتجاوز 72 ساعة وما عندنا وقت نضيع وإنه يتدار تجيب هل يصبح شنو بعد 72 ساعة؟ الناس حتوقع على إعلان سياسي فيه ثلاثة كيانات الاتحاد الأصلي ما هو ده ده واحد من أكبر الكيانات الثلاثة قال لك ما بنوقع قيادة في واحد من أكبر الكيانات الناس حتصل أنا متأكد شوه بصورو خلطة سرية بتراهن عليها أنا براهن عنه الحوار الماشي يعني الناس بيقول لك اتجاوزنا 95% ونجي للكونسبت فيبر نكتبها زي ما هي ما هو قال لك أنا ما بوقع نتراجع انت عارف حاجة ان احنا الإرادة قول لنا في الشيء الإرادة الإرادة الليلة دايزة داري نوقع الاتفاق ده بنوقعه كلام جميل الإرادة وماتا ما تحققت الإرادة أن احنا هنطلع بالسودان ده لكن إذا في ذول داري جرجرنا لنمش معه في حاجة معلبة ده ما في ذول هم زي ما الترسوا أن احنا وكننا الترس لكن احنا برقنا من الزنازين وجينا قاعدنا معهم شكرا جزيلا عروة صادق قيادة بقول رياو تغيير قيادة بقول رياو تغيير قيادة بقول رياو تغيير المجلس المركزي والقيادة بحزب الأمم القومي شكرا جزيلا لحضورك وليفاداتك شكرا أيضا جمعة الوكيل القيادة بكتلة الديمقراطية وقيادة بحركة جيش تحرير السودان شكرا لحضورك وليفاداتك اعتذر منكم المقاطعة نسبة لانتهاء الوقت المخصص شكرا لكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء شكرا لكم